منافسة من نوع آخر ستشهدها انتخابات الرئاسة الليبية بين القائد العسكري ونجل الزعيم رغم فارق سنوات العمر يضم تاريخ كل منهما الكثير من المتشابهات نجاة من أحكام بالإعدام، هروب واختباء، وملاحقات قضائية دولية نقاط تشابه لكنها تباعد بينهما ولا تقربهما فاتهامات التآمر ضد الجماهيرية في عهد القذافي الأب كانت السبب وراء الحكم بالإعدام على خليفة حفتر في تسعينات القرن الماضي بينما اتهامات الجرائم ضد الإنسانية كانت وراء صدور حكم بالإعدام بحق سيف الإسلام القذافي عقب احتجاجات عام 2011 التي كان خليفة حفتر أحد أعمدتها في القرن الماضي غاب حفتر عن المشهد الليبي لعشرين عاماً بعد أن فر إلى الولايات المتحدة منشقاً عن معمر القذافي ثم عاد متظاهراً ضده أما القذافي الإبن فاختفى عن المشهد عشر سنوات منذ الإطاحة بوالده قبل أن يظهر من جديد متأملاً في العودة لكرسي الحكم الحكم بالإعدام بحق خليفة حفتر سقط بنهاية عهد معمر القذافي بينما أسقطت المحكمة الحكم بالإعدام ضد سيف الإسلام بموجب قرارات العفو العام سجلات القضاء الليبي بيضاء بحق الاثنين إذن ومن حقهما خوض غمار الانتخابات لكن الأمر ذاته لا ينطبق على اتهامات الجرائم ضد الإنسانية دولياً خلال سنوات الحرب ورغم تاريخ العداء المتبادل سيقف الاثنان على الأرجح على خط البداية للسباق الرئاسي مع باقي المتنافسين بينما سباق من نوع آخر سيجمعهما فقط تحت عنوان الثأر الشخصي منا مصطفى العربية